قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم إدارة برشالون الإسباني تراقب نجم المنتخب المغربي السوفيان مرابط من أجل التعاقد معها نجم ريال مدريد رودريغو يشكر النجم المغربي إبراهيم دياز بالسبب تمررته في مباراة أطلسيكو بيلباو هذا ما قاله السيس على هدفه الرائع في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار إدارة برشالون تراقب سوفيان مرابط من أجل التعاقد معها تولي إدارة نادي برشالون الإسباني اهتماما خاصا بمتابعة أداء سوفيان مرابط لاعب وسط المغربي الذي يأخذ تجربة الإعارة في صفوف مونشستر يونيتد قادما من فيرونتين الإيطالية وذلك استنادا إلى ما ذكره التقرر الصحيفة في الشخص الإسباني ويبدل فريق الكتالوني اهتماما متزيدا نحو ضم اللاعب المغربي سوفيان مرابط لتشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتظرة في خطوة من النادي الكتالوني تهدف إلى تقوية مركز خط الوسط وذلك على ضوء التوقعات المتعلقة بمغادرة سيرجي روبرتو القائد الحالي للفريق بحلول نهاية هذا الموسم حيث أنه ونظرا لإقتراب انتهاء عقد روبرتو في شهر يونيو القادم وعادي موجود خطط من جانب برشالون لتجديد عقدها يبحث نادي على اللاعب يمكنه أن يأخذ مكانه في خط الوسط ويرى برشالون في أمرابط خيار متاليان يمكنه أن يمنح الفريق القوة والعمق اللازمين في وسط الملعب وفقا لما أوردته في الشخص يعد أتليتكو مادريد أيضا أحد الأندية الراغبة في التعاقد مع أمرابط حيث يخطط لجعله أحد أبرز صفقاته في الصيف القادم وبالإضافة إلى ذلك يظهر كل من ناديا ميلان وليفيربول رغبة في ضم اللاعب المغربية إلى الصفوفهما في الصيف القادم نجم ريال مادريد رودريغو يشكر النجم المغرب إبراهيم دياز بسبب تمررته في مباراة أتليتكو بيلباو حقق فريق ريال مادريد الإسباني بنجمه المغرب إبراهيم دياز فوزا أمام ضيفه أتليتكو بيلباو بنتجة هدفين للسفر في المباراة التي جمعتهما مسامس الأحد ضمن منافسة الجولة الثلاثين من الدور الإسباني لكرة القدم ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لبهاجمه البرازيلي رودريغو الذي أحرز الهدفين في الدقيقتين الثامنة والثلاثة والسبعين من زمن اللقاء على ملعب السانتياغو بيرنابيو بالعاصمة مادريد بعد تمررته الساحرة التي منحها لرودريغو ليسجل الهدف الأول في افتتاح المباراة وبالضبط في الدقيقة الثمانين وهو الهدف الذي سهل من مهمة الفريق الملكي في الفوز وبعد نهاية المباراة توجه رودريغو الشوكر للنجم المغربي إبراهيم دياز بعد تمررته الساحرة في الهدف الأول وقام رودريغو بنشر ستوريا على حسابه بالإنستغرام يشكر النجم المغربي يشار إلى أن فريق ريال مدريد وبعد هذا الفوز رفع رصيده من النقاط إلى خمسين وسبعين نقطة في صدارة الدورة الإسبانية فيما تجمد رصيد نادي أتلتيكو بيلباهو في المركز الرابع بواقع ستين وخمسين نقطة هذا ما قاله سيس على هدفه الخرافي في مرمى ياسين بونو تطرق قائد المنتخب المغربي رومان سيس لعب نادي الشباب السعودي إلى الهدف الاستثنائي الذي أحرزه في مرمى نادي الهيلل السعودي خلال الجولة الخمسة والعشرين من منافسات دور روشن السعودي لكرة القدم وأتى الهدف الصاروخ لسيس عبر تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة عند الدقيقة التاسعة والسبعين مخترقا شباك ياسين بونو الحارس الهلالي ومواطنها المغربية في لقاء انتهى بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وعقب المواجهة صرح قائد المنتخب المغربي لوسائل الإعلام قائلا أخضع لتدريبات مكتفة على تنفيذ الركلة الحرة خلال الجلسة التدريبية ولكن لم تسنح لي العديد من الفرص بالسابق للتسجيل من هذه الركلات وأضف في ختام حديثها كنت محظوظا بتسجيل هذا الهدف مع الأسف لم يكن كافيا لتحقيق الفوز الذي نطمح إليها وعلى رغم من سعادتي بالهدف إلا أنه لم يكن كافيا لنا لنعتبر المباراة فوزا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتدخل لإقناع صهيب دريوش بالاستمرار مع المغرب بعد الضغط الهولندي تجري محاولة حاتثة من جانب مسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإقناع اللاعب الواحد في نادي إكسلسيرو الهولندي صهيب دريوش بالبقاء ضمن الصفوف الفريق الوطني المغربي تحت 23 عاما والهدف من وراء ذلك هو المشركة في الألعاب الأولمبيا المزمع إقامتها في باريس من السادس والعشرين من يوليوز إلى الحدي عشر من غشة 2024 وفي القرعة التي أجريت في الأولمبياد وقع المنتخب المغربي في مجموعة صعبة تشمل منتخبات باريس مثل الأرجنتين وأوكرانيا بالإضافة إلى منتخب ثالث يتأهل من القارة الأسيوية وفقا لما ذكره موقع العربي الجديد فإن كريس فان بويفيلد المدير الرياضي للجامعة الملك المغربية لكرة القدم يعول بشكل كبير على كشاف الجامعة المغربية المتواجد في هولندا لتنهي اللاعب وأسرة على الاستمرار مع المنتخب المغربي تحت 23 سنة للفترة القادمة هذه المساعي تأتي في الاستقبال دريوش لعروض متعددة من مسؤولين في الاتحاد الهولندي لكرة القدم الذين يرغبون في انضمامه إلى صفوف المنتخب الهولندي الأول مباشرة وفي هذا السياق ذكر المصدر أن الجامعة الملك المغربية لكرة القدم تراهن بشكل كبير على جهود كشافها المتواجد في هولندا لإقناع صهيب دريوش بالاستمرار مع المنتخب المغربية وذلك في ضوء العروض المتزايدة التي يتلقاها اللاعب لتمثيل منتخب هولندا الأول وليس فقط الفريق الأولمبي وضف المصدر نفسه صهيب يشكل إحدى اللاعبين المتألقين في دور درجة الأولى الهولندي وكد أن ينضم إلى نادي أيندهوفن في الانتقالات الشتو الأخيرة مما يجعل الجامعة الملك المغربية لكرة القدم تدرك تماما قيمة بقائه ضمن تشكلة المنتخب المغربية لأقل من ثلاثين وعشرين عاما هذا الإدراك يأتي في أعقاب مشاركة اللاعب مؤخرا في معسكر تدريبيا بقيادة المدرب طريق سكتيوي في مدينة أنطاليا بتركيا حيث تشارك المنتخب المغربي في مباراتين وديتين ضد منتخب يويلس وأوكرانيا وانطلقت مسيرة صهيب الدكوروية من أكاديمية سرونفغولز في هولندا ليجد بعدها طريقه إلى نادي هرنفن قبل أن يلتحق بصفو في نادي إكسل سيور قبل ثلاث سنوات وقد تمكن الدريوش خلال هذه المدة من ترك بصمة واضحة مما جعله حاليا من الأسماء اللامعة في الفريق خلال الفترة الأخيرة وكان هناك تنافس محموم بين نادي أيندهوفن وفاينور دروتردام إلا أن إدارة إكسل سيور كانت تسرع على الحصول على أكثر من 5 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمتها هذه المطالب المادية العالية أجلت أي إمكانية لانتقالها خاصة وأن عقدهم مع النادي لا يزال السري المفعول حتى يونيو 2025 إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم إدارة برشالون الإسباني تراقب نجم المنتخب المغربي السوفيان مرابط من أجل التعاقد معها نجم ريال مادريد رودريغو يشكر النجم المغربي إبراهيم دياز بالسبب تمررته في مباراة أطلسيكو بيلباو هذا ما قاله السيس على هدفه الرائع في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو